والتالب مرة وفي نفس الشهر دقريبا قبل تنزل تالت تحديث لها بعد التحديث الاخير اللي حصل فيه مشاكل كتيرة في الجهاز من ضمنها سخونة الجهاز وكمان الجهاز بيهنج معاك شوية لكن في التحديث ده قبل سدت صغرات وحلت مشاكل تهنجة الجهاز وكمان حلت مشاكل الواي فاي يعني انا كنت بلاحظ لما جي ادخل البيت عندي اشوف الواي فاي علامة الواي فاي قال ايه يا طرق معايا دلوقتي ممكن وانا قاعد في البيت الواي فاي يقطع معايا ويرجع تاني ويرجع تاني وحثت كمان ان الجهاز بيهنج معايا وقفت شوية طيب تعالوا بنا كده نشوف التحديث الجديد ده بيتكلم عن ايه اكتر وتفاصيل اكتر انا اروح معاكم كده على الجهاز بتاعي بضغط عندي على عام وبعد كده بروح عندي على تحديث البرامج ومن هنا بلاقي التحديثات بتاعي جار التحقق لنوجود تحديثات زي ما انت شاءت كده سبعتاشر دوت صفر دوت ثلاثة طيب دلوقتي بقى انا بغط عندي يوفر هذا التحديث اصلاحات اخطاء وتحديث اه تحديثات امنية مهمة كما يعالج المشاكل التي تؤدي الى ارتفاع حرارة الايفون اكثر من المعتادة يعني كان المشاكل ارتفاع دراجة الحرارة في الاجهزة الاخيرة اللي نزلت من ايفون دلوقتي هتتحن المشاكل ارتفاع دراجة الحرارة طبعا التحديث ده مهم ويهم كتير جدا من مستخدمي الايفون التحديثات دي طبعا نزلت من اول 11 برو ماكس لحد 15 برو ماكس طيب دلوقتي بضغط عندي على اللينك ده واناك المزيد دي بقى كل التحديثات اللي نزلت جديدة عن 17 صفر ثلاثة يعني حصل في الفترات الاخيرة المشاكل دي في الجهاز وبصراحة كنت بلاحظ ان المشاكل دي بيعني بتغوق حاجات كثيرة او معايا يعني حتى كنت بفتح الكيبورد الكيبورد معايا بيهنك افش البيت الواي فاي يقطع معايا الواي فاي لازم ان اخش على الاعدادات وعمل ربط بجهاز الواي فاي طبعا درجة حارة الجهاز كان بتترفع جدا بس انا بعد ما حدسته وبعدين رجعت الاصدار تاني علشان اقول لكم الشرح ده وازاي تقدر تحدث الاصدار وايه هي مميزات الاصدار ده وده كان ملخص اخر تحديث لشركة ابل على التليفونات بتاعتها اللي هو 17.0.3 لو حتاكت اي حالة بتوصل معايا في التعليقات ارد عليك ان شاء الله واشتركوا بالحلقة جديدة مع السلامة اشتركوا في القناة